في فترة الخلافة العباسية قدر العالم المسلم أبو بكر الرازي عزله كيميائيا عن طريق التقطير وبعده عكف مجموعة من علماء المسلمين زي جابر بن حيان ويعقوب بن إصحاق الكندي أن هم يحصلوا عليه نقي 100% حاجة كده بيسموها المطلق لكن ده كان صعب لأنه كان بيشكل معلماء مزيجي غير قابل للفصل وأقصى تركيز وصلوله هو 96% بعد كده في سنة 1796 ومع تطور علم الكيمياء وفهم ظواهر طبيعية جديدة زي الإدمصاص والإمتصاص قدر العالم يوهان لوفتر من الحصول على الإيثانول المطلق من خلال تقطير الإيثانول عبر الفحم النشط بعد الفاصل معانا الإيثانول أنا أحمد فتوح وده مع عمل الكيميائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة جديدة من سلسلة أعرف خماتك المقدمة من معمل الكيميائي Absolute Alcohol Alcohol Drinking Alcohol Ethyl Alcohol Ethyl Alcohol Ethyl Hydrate Ethyl Hydroxide Ethyl Oil Green Alcohol Hydroxy Ethene Methyl Carbon كل دي الإسماء التجارية الشائعة للمركب الكيميائي الإيثانول وقبل ما نخوض في معلومات عنه تعالوا نراجع تاريخ الإيثانول في قرن التاسع عشر الناس استخدمت الإيثانول كوقود وفي سنة 1908 صمم هانيري فورد سيارة موديل T اللي بتعمل على مخلوط من البنزين والكحول وسماه وقود المستقبل وفي فترة الحرب العالمية الأولى تم مذج الإيثانول مع البنزين لزيادة نسبة الأكتان واستبدل اسم البنزين بأسماء بتعكس نسبة الأكتان المتزايدة زي مثلا بنزين بلاس أو بنزين سوبر طبعا ما تروحش دلوقتي تخلط ده بده لإن التكلفة مش هتكون مجدية هنطلع فاصل ونرجع تاني للإيثانول موسيقى 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 الإيثانول مركب كيميائي عضوي بينتمي لفصيلة الكحليات الصيغة الكيميائية ليه هي C2H5OH أما الصيغة الجزائية ليه هي C2H6O الفرق بين الصيغة الكيميائية والجزائية هي في ترتيب قراءة العناصر فمثلا الصيغة الجزائية أنا بجمع كل العناصر اللي زي بعض مع بعض وبديها عدد علشان كده قلنا C2H6O أما الصيغة الكيميائية فهي صيغة بنقدر منها نتعرف على المركب ونطلع اسمه وبتنخسم لمجموعات يعني مثلا قلنا C2H5OH فإحنا كده عرفنا إن ده مركب في مجموعة هيدروكسايل ومكون من زرتين كربون والـ H ترتبها معروف إزاي فده عرفنا إن هو الإيثانول الإيثانول بيسمى الكحول تعميما يعني لو بتقرأ في مقال أو في كتاب وجاءوا قدامك كلمة كحول من غير تمييز يبقى الكاتب بيقصد به الإيثانول الإيثانول مادة غير قابلة للإشتعال تضحكت صح طيب هو الإيثانول مادة قابلة للإشتعال عديمة اللون بتتكون عضويا من تخمر السكر وبتستعمل في المشروعات الكحولية وفي صناعة العطور وكواقود في المحركات الميكانيكية المجهزة للاستخدام الإيثانول الإيثانول مركب قطبي بيمتاز بخاصية تكوين روابط هيدروجينية بين جزيئاته لأنه بيحتوي على مجموعة الهيدروكسايل اللي بتعمل على زيادة تماسك الروابط ببعضها الإيثانول بيغلي عند درجة حرارة 80 مئوية وبيدوب في المزيبات القطبية زي المية وبيكون مع الماء روابط هيدروجينية الإيثانول بيحترق بلهب أزرق عديم الدخان الأنواع المطلقة منه يعني اللي تركزها 100% ما بتشوفش اللهب بتاعها في الضوء الطبيعي الإيثانول ليه معامل انكسار أكبر شوية من معامل انكسار المية وبلاش ندخل في مسائل الفيزياء لكن لو حابب تعرف التعريف من باب العلم بالشيء فهعرفه لك معامل انكسار هي نسبة سرعة الضوء في الفراغ إلى سرعته في المادة الإيثانول قابل للامتزاج مع العديد من المزيبات العضوية مثل حمد الخليك، الأسيتون، البنزين، رابع كولوريد الكربون، الكولوروفورم، الإيثر، جلايكول إيثلين، والجليسرين وبرضه قابل للامتزاج مع الهايدروكربونات الأليفاتية الخفيفة زي البنتان والهيكسان ومع الكولوريدات الأليفاتية مثل ثلاثي كولورو الإيثان ورابع كولورو الإيثلين وبالكلام عن تصنيع الإيثانول فلو انت مركز في الكلام اللي فات هتكون عرفت انه من الممكن تصنيع الإيثانول بطريقتين او اكتر لكن دول الطريقتين الشائعين اما عن طريق عمليات كيميائية او بطريقة طبيعية كلا الطريقتين هحصل منهم في النهاية على الإيثانول نقي واللي بيحكمني في اني انتك بداه ولا بداه هي التكاليف اللي هتتم مع الصناعة يعني الأوفر في التصنيع أكيد هو اللي هصنع بيه طيب ازاي احصل على الإيثانول كيميائيا؟ أولا لتحصول على الإيثانول كيميائيا فانا هستخدم تفاعل اسمه إيثلين هيدريشان التفاعل ده بستخدم فيه الإيثلين والإيثلين هو مركب عضوي أليفاتي من مجموعة بيطلق عليها الألكين علشان الرابطة بين زرتين الكاربون ثنائية يعني مركب غير مشبع وبيسموه في الكيمياء أوليفين بفاعل الإيثلين مع المية وبيطلع لفي الناتج الإيثانول طبعا التفاعل ده ليه ظروف خاصة ومواد محفزة اللي أكثرها شيوعا هو حمد الفوسفوريك واللي شركة تشيل أويل كانت من أوائل الشركات اللي استخدموه كعامل حفاظ في تفاعل إيثلين هيدريشان وعلشان أكد عليك إن التفاعل ده ليه ظروف خاصة هو إنه لازم يتم إجراء التفاعل ده في وجود بخار عالي الضغط عند درجة حرارة 300 مقوية أما بالنسبة للطريقة الطبيعية فهي من تخمر السكريات علشان كده أي حاجة مكونة من سكر لما بتخمر بتطلع لنا كحول الإيثانول وده من خلال البكتيريا اللاهواية علشان كده هتلاقي مثلا ملاسة الأصب بيطلع منه السكر وبيطلع منه الإيثانول وفيه حاجة مشهورة في الشارقية اسماها البوزة البوزة دي لما بتخمر لما بتترك في الهواء في الحرارة بتخمر وبتطلع لنا الإيثانول واللي بيشربها بيسكر وطبعا حرام شربها في حالة التخمر تفاعل التخمر بيتم بتحويل مول واحد من الجلوكوز إلى جزئين من الإيثانول واثنين مول من ثاني أكسيد الكاربون التفاعل بيتكون من كذا خطوة وكذا سلسلة تفاعلات مش موضوعنا أن احنا ناخد جزء كبير من الحلقة في شرحها بيستخدم الإيثانول كمادة مذيبة في الصناعات الدوائية لتحضير الخلاصات الكحولية والصبغات الكحولية وبيستخدم كمادة مطهرة موضوعية وطبعا هو الكحول الرئيسي في تركيب العطور والبودي مست والبودي سبلاش سعر الإيثانول في مصر حاليا حوالي 35 جنيه للكيلو في الأطواعي أتمنى تكون الحلقة أضافت حاجة لمعلوماتكم ولو فعلا ضافت لو سمحت اعمل لايك واشترك في القناة وشير للفيديو ومتأسف للناس اللي لسه ما بعتش ليهم جايزة السؤال اللي فات بسبب ديء الوقت لكن وانت بتتفرجوا على الحلقة دي هتكون الهدايا وصالتك لو انت موبايلك أندرويد فحمل تطبيق تركيبات معمل كيميائي من جوجل بلاي واستمتع بالعديد من التركيبات المجانية اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشهد ان 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 ا